نهاردة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة وافق على استقالة المهندس يحيال كومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي بعد اجتماع عقد اليوم في مقر الوزارة وينتظر إرسال الاستقالة الرسمية غداً السلساء للموافقة عليها قبل تشكيل لجنة تسليم وتسلم لكافة الأمور والإجراءات الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالنادي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أيضاً الأستاذة نانسي القاضي النهاردة تقدمت باستقالة رسمية من إدارة نادي الإسماعيلي بعد كلام مبارح أن هي كانت متمسكة بمنصبها في إدارة النادي الإسماعيلي والكلام كانت هي تقريباً الوحيدة لمتمسكة بهذا الأمر والمجلس بالكامل استقال النهاردة هي أعلنت بشكل رسمي أنها مستقيلة من المجلس قبل حتى اجتماع المهندس يحيى الكومي بوزير الشباب والرياضة